هذه شبه جزيرة سيناء بوابة مصر الشرقية والتي تبلغ مساحتها نحو 60 كم مربع تم تقسيمها بحسب اتفاقية السلام المواقع في كامب ديفيد عام 1979 بين مصر وإسرائيل إلى ثلاث مناطق رئيسية تقضي بتسليح محدد ومعروف مسبقا في تلك المناطق ولا يجوز رفعه إلا باتفاق الطرفين المنطقة الأولى وتعرف المنطقة ألف تبدأ من قناة السويس وحتى أقل من ثلث مساحة سيناء فيها تلتزم مصر بالتسليح بثلاثة ألوية مشاة لواء واحد مدرعات سبع كتائب مدفعية ميدان وسبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات وحسب الاتفاقية تلتزم مصر بصقف 22 ألف جندي في تلك المنطقة لا يزيدون أما في المنطقة با فتضم منطقة شاسعة حيث تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ وتتسع على شكل مثلث مقلوب لتصل إلى العريش وتنص الاتفاقية أن تلتزم مصر بحد أقصى من التسليح يتمثل في أربع كتائب بأسلحة خفيفة وبحد أقصى أربعة آلاف فرد أمن ويمكن لمصر إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى وهنا في المنطقة جيم وهي المنطقة الثالثة تضم الشريط الحدودي كله ومدينتي طابة وشرم الشيخ الاستراتيجيتين ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة وفي عام 2021 تمكنت مصر من إدخال تعديل على اتفاقية السلام يسمح بتعزيز تواجد قوات الجيش المصري في المنطقة جيم الملاصقة للحدود مع الجانب الإسرائيلي من أجل إحكام السيطرة على مناطق تسلل الإرهابيين وفرض الأمن في سيناء كان هذا عرضا موجزا لتقسيم المناطق الثلاث بشبه جزيرة سيناء حسب اتفاقية السلام مع التعديلات التي أدخلت عليها وفقا للأوضاع الأمنية بها